السلام عليكم كيف الحال يا شباب إن شاء الله طيبين معكم أحمد ورجعت لكم بلعبة أرك سيرفايفل دعونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم صح صحي نايم تشوفون البيت حقي ذا قلبته مستودع كل الصهرة للأشياء الحديد والتذويب صهرة للأشياء هذي كلها خليتها هنا لأني بنقلم البيت هذا وسويت لي خلف الكواليس القلعة هذيك اللي تشوفونها قدام ما شاء الله تبارك الله قلوا ما شاء الله يا شباب لا تنهجم الحين ولا شيء يجي واحد الشباب يهجم علينا وهنا تشوفون قرية سويت قرية كذا شعبية هذي بأروض فيها هذول الهومن وحطهم هنا وأنا طبعا في القلعة هذه البسيطة ما كبرتها كثير تشوفون الدرج من هنا نطلع لين الباب هذا هو فوق وهنا نزول عدي وديك الجهة الثانية بدخل القلعة وريكم بس بسم الله قلعة بسيطة جدا بحط فيها غرف كذا كويسة بحط فيها سجن بحط فيها بأوزع الأشياء يعني بشكل منظم وكويس وهناك في القرية هذي راح تكون يعني اللي هيومن كل واحد عاد يكون له بيت هنا ويتوزعون في القرية اللي يكون مزارع اللي يكون مقاتل اللي يكون اللي هو والجهة هذيك اللي هناك بأسوي فيها هذي قتبة سويها معكم اللي هي بتكون المتاجر أو مو شرط المتاجر خلنا نقول كل واحد من الشباب عنده قرية وفيها مثلا مكان ماركت سوبر ماركت مثلا أو سوق يبيع فيه أي شيء فأنا من ضمن السوق هذا بحط مثلا واحد من الأماكن يكون الحداد مثلا يكون عنده هذا الفرج أحطه داخل والسميثي وشي عزع كذا يعني واحد ثاني يكون مسؤول مثلا عن الناركوتيك والخلطات هذي واحد يكون مسؤول عن الكبل واحد مسؤول يعني البيوت كذا بوزعها بشكال محترمة طبعا أنا اللي اللي بس تخدمها فالأخير وإذا في واحد الشباب يبغي يزورنا ويمر ويشتري شيء برضو يكون مكان كويس يعني منظم كذا ومرتأ طبعا نشوفون القرية هذي حطيت عند كل واحد شعلة في واحدة بعد هناك بيت طبعا هي قرية وفيها قلعة كبيرة تمام اللي بيشوف كل بيت عنده شعلة تدخل انت سكنت مثلا من أهل القرية هذي ادخل سلام عليكم طبعا لازم تدنق ما ادري ليش باب ما ادريش مشكلته صراحة بس خلالهم مدنقون انا ما علي انا عندي قلعة هناك بابت كل واحد يضبط مكانه وبيته بارتب يعني ان شاء الله بأسوي شيء كويس المهم هذا بخصوص القرية أما الحين بخصوص الغريلات ما ندريش بيسوون الشباب بيكنسلون بيكملون عشان كذا بنشتغل احتياطا على الشيئين بروض بعد شوي ديناصورات من الديناصورات العادية اللي اقل من البوسات وبرضو بنفس الوقت بشتغل على البوسات هذو خلنا شوف الحين هذا اي هذا انتاج ما ادري وريتكم الانتاج هذا ولا لا الظاهر الحلقة اللي راح تحاولنا ننتج بس مات او اختفى او شيء خلنا شيل هذا البكيج اوكي انتاجنا الظاهر ومات كان لفل هذاك ابو ستمية ما ادري وينه اي كان هذاك ستمية مع الف والحين الانتاج طبعا هذا هو طلع ثمانمية شان بس تكونوا في الصور شوف كيف اول ما رسبا كان ثمانمية وثمانية الحين كاثرت هذا الثمانمية مع الالف او الثمانمية مع الاساس اللي هو ثمانمية برضو كان بيطلع تسعمية و الف يصير اللفلات على تسعمية و الف كبداية فلو اللف العيال ونرفع الدمج والاشي هذي بيطلع دمج سطوري مرة و تستوعبين انتقول لشي هذا ولا لا فخانا ننتظر هذا يبغالها تقيقتين و بيجي المولود الجديد و لمشيعة الله ان شاء الله ان ما يفسد زيني قبله في واحد ثاني بعد هنا في مكان ما المشكلة البيزون هذول اللي جابهم لي ياسر يسوين زحمة فبحطهم هنا الحين صار عندنا ببيزن و الالكترك طبعا نشوف رفعنا الافلات حق تالالكترك معنا روضنا شي قليل لكن الحمد لله الاحين وصلنا الافلات مرة عالية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة